صباح الخير، اليوم الجمعة 21 تموز يوليو، اليوم الأمر مرافقنا من برش ترابي برش العذراء بارح المساء وصل الأمر لبرش العذراء، اليوم النهار جيد جداً بل ممتاز لمواليد الأبراج الترابية مواليد برش العذراء، مواليد برش الثور، مواليد برش الجديد كيف بده يكون النهارنا؟ خلونا نسمع سوا البداية طبعاً مع برش الحمل يلي نهاره اليوم بصراحة فلكية الجو الفلكي اليوم متعب شوي لأنه الأمر موجود اليوم في بيت الشغل وبيت العمل وبيت الركض وبيت المنهون وهون ولحقه، مش بس أموركم الروتينية اليوم هي على المحك لكن كل الشغل اليوم العائلة المنزلة حتى معقول يكون في شوية قصص بيشغلكم معقولة حتى يدخل على الخط كوكب المريخ يلي كمان موجود برش العذراء ويسبب لكم وجع راس أضف إلى ذلك أنه شمس موجودة بعكر داركم يعني كل الأمور تتمحور حول بعض القصص الشخصية هلا ما معناتها شخصية أنه شخص عائلي يمكن يكون شخص عزيز على ألكن شخص عندكم بالشغل كمان بيدخل على الخط وبيتسبب لكم وجع راس فمطلوب اليوم من موالي برش الحمل يكونوا صبورين هاديين ورايئين ويشتغلوا فقط ويركزوا على أمورهم بكل هدوء ورواء وما يتعاطوا مع حدا منروح لبرش الثور موالي برش الثور اليوم النهار أنا بعتبره من الأيام الأكثر حظا في شهر تموز يوليو لأنه الشمس معكم لأنه المشتري ببرشكم ولأنه الأمر اليوم طبعا عم بيشكل مثلث فلكي مع برشكم إذا بعد بدي زيد لهالأمور إيجابيات أكتر بيخد بلوتو يلي موجود ببرش الجدي الترابي فاليوم بتكمل مع موالي برش الثور بعتبره من الأيام الحلوة التي قد تخبئ وقد تحمل وقد تعطي مش بس مخبيته رح تعطيكي مفاجآة سارة فاليوم النهار من الأيام الأكثر حظا مبروك سلف خاصة لموالي 2 و 3 أيار مايو نهاره ممتاز منروح لبرش الشوزاء موالي برش الشوزاء أمبير حقلت لكم انتبهوا لأنه في بعض القصص يلي يمكن شوي غامضة بالنسبة لأيالكم يلي بتوجه لكم رأسكم إن كان لولاد إن كان الصريخ إن كان الأمور يلي ما عم تزبط في بعض القصص المصاريف يلي عائلية منزلية بتروحوا وبتجي هلا يمكن تكون لأسباب إيجابية أنتوا بفاكيشن رايحين شوفوا أهلكم رايحين جايين عبلتكم في بعض المصاريف لا بأس بذلك المهم يكون كل شيء بإعتدال أجواء جيدة إذا أنتوا أخذتوا الأمور بمنظار إيجابي أنا بعطيكم نوعية الوقت وعليكم أنتوا التصرف أحيانا فيه ناس بدأت تغنيش حالة بدأت تدلل حالة بدأت تصرف ما إلا علاقة يمكن يكون فيه امتحان لألكم وانتبهوا الأمور يلي هي منخسرها أو منربحها مش بالضرورة تكون مادية أحيانا كتير بتكون كمانا معنوية مثل امتحان يمكن مسألة معنوية فأكونوا منتبهين منروح لبرش السرطان النهار كتير حلو لي موالي برش السرطان هالعجأ الموجود اليوم كتير قوي مولو برش السرطان جوابه تحت باطه ضغري بطلع معه الجواب عنده قدرة استيعاب ولا أجمل من هيك ولا أقوى من هيك ولا أسرع من هيك الرفلكس اللي عنده سريع جدا لكن طبعا هيدا هيدا متل ما نقول سيفذوا حدين يعني بتهلكوا بتتعبوا تستنفذوا كل طاقتكم إذا ما انتبهتوا لحالكم وانتبهوا هاي القصة 48 ساعة مش بس اليوم بعد في بكرة طاقات كبيرة لكن الجانب الحلو انه ما في شي بيصعب عليكم مثل اللي قاعد عم بيحل مسألة رياضية أو عنده مسألة مش عم تظبط اليوم إذا ركستوا بيطلع معكم الحل حتى بكلامكم الطاقة اللي عندكم إياها هائلة ومهمة جدا لدرجة نبرد صوتكم فيها تكون كتير هادية ورايئة وبتعمل نفس المفعول مثل الصوت الهدار واللي طالع صوته لذلك بالهدوء ورواء اليوم ربحان برج السرطان منروح لبرش الأسد موليد برج الأسد اليوم انهاره بعتبره جيد لا بأس حتى نعطي صورة إيجابية نحنا دايما نعطي التفاؤل فاليوم مولو برج الأسد نهارك جيد المهم ضل الثقة بالنفس موجودة انتبهوا فقط من بعض الأشخاص اللي بيحاولوا يقللوا من قيمتكن طبعا نحنا ما بتفرق معنا حدا المهم الإنسان يكون هو كامل متكامل مستقل عن تأثيرات الناس وحكي الناس وشو رأي الناس منشان هيك عم نقول انه فيه احتمال انه بعض الأشخاص يكون فيه عندهم تفكير منه هالقدة مهم بالنسبة للكون هو كيرز انتوا مفروض يكونوا وسئين من حالكم اليوم شو ما صار يا جبل ما يهزق ريح انتبهوا فقط على المصاريف وتذكروا انه كوكب الزهرة موجود ببرجكم والحظوظ عنكم ووليد 21-22 اب اوستوس منروح لبرش العذراء مولود برش العذراء اليوم الامر موجود ببرجك كل شهر في عنا امر موجود ببرجنا يعني في عنا 13 صفحة شهرية امارية مثل في عنا 12 شهر سنوي شمسي لانه في عنا 13 صفحة امارية اليوم هي احدى هذه الصفحات وهيدي الصفحة عنوينا كتير حلو الطاقات اللي عنكنيها كتير حلوة موليد ببرج العذراء بعتبر هذا اليوم يشكل بداية لعنوان كتير حلو وكتير كبير قد يكون انتماء او ضم صوت او تغيير معتقد معين او نظرة مختلفة او مشروع او توجه عندك يه مولو ببرج العذراء تغير رأيك بالطالة نقتنع بها القصة هيدا الشخص اكتشفت انه منه صديق بتبلش وتكتشفه اشياء وابتداء من اليوم 48 ساعة موليد ببرج العذراء عندهم توجه مختلف نظرة مختلفة للامور لكن مع تقدم مع تقدم الصفحة الشهرية القمرية هي عم تاخد الانسان الى التقدم حياتنا دايما الى التقدم اذا هي لا تراجع بيكون من ايدنا اوكي حضروا حالكم لبعض الاخبار السارة لانفراج لامور كانت معقدة ما كانت ماشية حضروا حالكم اليوم وبكرة يمكن تسمعوا جواب كوكب المريخ ينبه مواليد 29 30 31 اعبا منكمل مع برش الميزان موالي برش الميزان اليوم انهار فلكيا من اقل الايام حظا عم بحكي فلكيا نوعية الوقت من اقل الايام استيعابا للامور من اقل الايام فعالية من الايام اللي بتزهق قد تخيب الامال انا عم بضخم لكم الامور لحتى تاخدوا فكرة فلذلك يكونوا حاضرين بدنا بلان بي بدنا بلان سي لحتى امورنا يمشي حالنا ياللي صحته ما كتير ينتبه حاله ينتبهوا يبعدوا عن المشاكل لحتى الامور تقطع بكل هدوء ورواء انا مثلا بهيك يوم تنقول مثلا شو بعمل ما بعمل شي بيشتغل فقط على الامور السهلة الامور الصعبة ما بيشتغلها اليوم لانه حتى ولو اشتغلتها يمكن تطلع غير كيف يمتطلع غلط كل شي بيتفركش اذا عنده موعيد ابدأ قبل ما روح بقى السيارة بنزين بيخد شارجور معي بنتبهه لمفتيحي كل الامور نفتح عينينا منيح ياللي رايحة شغله يفتح عينينا منيح ويروح قبل بوقت وينتبه على الامور ويكون هادئ ودايما يكون واعي لشو عم بيصير امور بسيطة فقط لغير اليوم كمان ياللي عنده حجز ومسافر بده يدق كمان ينتبه لحجزه لغراضه فتح عينينا منيح ننتقل إلى برش العقرب مواليد برش العقرب يوم حلو الامر برش العذراء بيساعدك الشمس ببرش السرطان حدث ولا حجر ولا حرج عنا من ميلي تاني يعني في عنا الشمس ببرش السرطان مائي عنا سحل وعنا نبتون ببرش الحود في عنا مثلث فلكي بيسكر لمواليد برش العقرب الطاقات الحلوة بيعطيكم إيها كدو ههدية لقلو فمواليد برش العقرب اليوم نهارو حلو جيد نشيد وبيطلع بإيدك شغل كتير أصلا من عادة شي مولود برش العقرب ما بيتهدى عنده طاقات كتير كبيرة القدرة اللي عنده إيها اليوم واضحة مية بالمية هلأ في برجين في كل الأبراج عندهم دقة ملاحظة برش العقرب هو رقم واحد ومين الرقم اثنين برش العذراء وين الأمر اليوم برش العذراء بعدوا عن مواليد برش العقرب اليوم لأنهم أقوي جدا منروح لبرش القوس مواليد برش القوس اليوم نهار متعب شوي لأنه كل شي مطلوب منك بدي يكون بيرفكت بغير نهار ما بتفرق معهم لكن اليوم شغلك بدي يكون بيرفكت هيك ريكب القصة هيك بيقول ألف لك فمن المستحسن إذا عم تسمعني عمول شغلك مرتب قبل بوقت قبل بوقت خليكون شغلك مرتب لحتى ما حدا يقل لك سين وجين ومدري شو فمولود برش القوس يمكن اليوم يكون في بعض التحديات شوي انفعالات شوي جربوا ما تنفعلوا مواليد برش القوس إجمالة ما بينفعلوا هادين ورايئين وما كتير فرقانة معهم لأن بصراحة ما بتفرق معهم شو بيقول فلين أو فليتين لكن إذا شغلوا عملا لازم تكون واعي تماما وحاولوا تعتو أفضل ما يمكن يمكن يكون فيه مسألة عائلية أيضا في الأجواء فكونوا حذرين منكمل مع برش الجدي مواليد برش الجدي اليوم نهار حلو لأنه بيربحك لأنه بيطلعك من المنافسة المرحول الخاسرة لكن المنافسة القوية وتصير أنت الربحان يعني إذا بقيت بالمنافسة بيطلع أنت الرابح على الأرجح هيك بيقول الفلك بيبقى كل واحد إديش محضر حاله فاليوم نهار حلو واعد بنجاح واعد بتقدم واعد بمنافسة قوية وواعد بأخبار سارة في عنا المريخ عم بيدعمك عمنا الأمر عم بيدعمك عمنا المشتري عم بيدعمك عمنا أورانيوس عم بيدعمك يعني شو بدك أقوى من هيك والعاني بطريقة إيجابية عند مواليد برش الجدي منكمل مع برش الدلو مواليد برش الدلو الأمر اللي كان زعجنا خمسين ساعة تقريبا تهينا منه تهينا منه الشمس موقعة هلأ ببيت الشغل والعمل والصحة الأمر موجود اليوم في بيت تصحيح الأمور ومتابعة الأمور وقضايا معينة تظهر يعني يمكن تكون قصة قضية يعني وراء تأمين وراء صحية مصرفية عم يشغل عليها فلا بأس بذلك يمكن في شخص اختصاصي عم بيساعدك بيكون كتير منيح لأنه الجو مسهل وميسر واضحوا الأمور كونوا واضحين بشو بدكن تعملوا لحتى تتيسر بشكل واضح جدا مش بس هيك راح الأمور تحلو شوي شوي يوم ويومين وثلاثة بتصير أفضل أمتن يعني فيكن تقولوا أنه الأحد والثانين الجايين راح بيصير الجو أفضل بكتير فما تنزعوا اليوم بالعكس ركزوا الجو راح بيصير أفضل منروح لبرج الحوت آخر الأبراج برج الحوت يلي عم بيعاكسوا الأمر وكوكب المريخ مارس عم بيوجع لكم رأسكم بيزع لكم شوي بتحسوا أنه ليش عم بيحقوني هيك ليش عم بيحكوا معي بها الطريقة ليش منروزين علي وهي it's all in the mind لأنه شخص التاني يمكن عم بيحكي بنفس الطريقة اللي حكيك فيها من شهر وشهرين وسنة وسنتين اليوم أنتو حساسين شوي زيدي عن لزوم وبتفسروا الطريقة بطريقة مختلفة لكن الواقع واقع هيك أنتو عم بتفكروا كل شي بقلكن يا أنا أنه طولوا بالكن وعملوا حالكن أنه ما بيقصدوا هالشي كونوا متسامحين اليوم ما تكونوا انفعاليين أصلا ما بيلبق لكم مواليبوش الحوط تكونوا انفعاليين أنتو الأشخاص الرائعين والحلوين ودائما الناس تركض عليكم لتكونوا المصالحين عم تعملوا الصلحة فاليوم طولوا بالكن حتى ولو تحدوكن بعرف نهار متعب نهار بتحدى نهار مزعج نهار يثير استياءكن بعرف كونوا حذرين خاصة مواليد شهر شباط فبراير انتهت أبراجنا لليوم بدأت مني لكم نهار كتير حلو بتنسوا تتابعوني مع الأبراج على اليوتيوب وأيضا على الإنستغرام إلى اللقاء باي باي